بقصر المؤتمرات بالعيون كان الحدث استثنائيا عند أسرة كرة اليد الوطنية حاضرت والتامة تندية اللعبة في محطة تاريخية بحاضرة الصحراء لعقد الجمع العام العادي الانتخابي لجمعات كرة اليد رمزية الموعد ودللتي لدى الحاضرين جعلت اليوم استثنائيا لدى الجميع اليوم محطة تاريخية باش نقيموا هاد هاد جريبا وبتالي نشوفو هل باقي أعضاء الأسرة راضيين على على طريقة ديال الشيغال ديالنا باش يمكن نواصلهم جموعين لأن نحنا كما قلت في البداية هادى أسرة ومشي المكسب مديري والكيسير جميع فعالية كورتليد تشارك وتواكب وتناظل من أجل رجوع كورتليد لمستواها العالمي هذه أولا سابقة بالنسبة للمدينة العينتها أن تحتاظن أشغال الجمع العام العادي الانتخابي لجميع الملكية وبين كورتليد ونحنا كنا نرحبون جميعا وإن شاء الله هذا سي كيف قلت لك ستان بليس بالنسبة لكورتليد سواء على مستوى الحضوة على مستوى عقد الجمع العام أو على مستوى الممارسة إن شاء الله في 2022 انطلق الجمع بعد النشيد الوطني وتأكد من توفر النسبة القانونية بعرض افتتاح لرئيس الجمع الحنفي العدلي أبرز من خلالها حصيلة مجزاة المكتب المدير للجامعة للولاية المنقادية أربع سنوات تحقق فيها ما هو مالي بمعالجة ملفات الديون وما هو تنظيمي وتقني وإداري شمل الإدارة التقنية الأندي الوطنية والمنتخبات مناقشات ومصادقة تقريرين الأدب والمالي للمسلم الرياضي 2017-2018 كانت من النقاط المهمة في جدوى العمال الجمع تقرير كشفت بعده مختلف الجوانب الجوهرية لوضعية كرة اليد بعدما فتح باب النقاش والملاحظة لرؤساء الممثل الأندية أجواء النقاش طبع حوار جدي ومسؤول ليخلص الجميع إلى ضرورة مواصلة العمل وتذفر الجهود ودعم وبإجماع ولاية ثانية لرئيس الجامعة الحنف العدلي المرشح الوحيد بعد ذلك قدم رئيس الجامعة الخطوط العريضة لمسروع المكتب المديري لأربع سنوات المقبلة ليتم بعدها تعهي رؤساء وأعضاء مختلف الأجهزة بناء على اقتراح المكتب المديري الجام العام مرفح الظروف التي هي جيدة وطيبة ومسؤولة هذه الأمور كلها تخلينا بأننا خاصة نواصلوا هذا العمل هذا ونكونوا تأراها أننا انتظارة كل مكونات كرة اليد كرة اليد لإخوانك يدركوا الوضع الذي كان قبل هذه الأربع سنوات وما تم إنجازه لا لم تسوى الإضاءة لم تسوى الديو لم تسوى الحكامة لم تسوى المشاركات الدولية نحسينا بأن هناك بوادر إقلاع بوادر النجاح والشغل والجدية بالنسبة للجامعة الملكية المغربية كرة اليد وإندل على شيء فكنظن أن الطريقة التي مر فيها الجمع العام والرقي الذي مشاه فيه والمشاريع التي يقدمها كمشروع تأهيل أو الإقلاع بكرة اليد محطة مهمة في مشروع تطوير كرة اليد الوطنية من خلال تفاصيل جمعة منتخابية أكد مما لا شك فيه وعي أسرة هذه الرياضة بأهمية الاستقرار لمستوى جهاز الجامعة لمواصلة تنفيذ المشارع والبرامج المسطرة خصوصا تلك المتعلقة بالمدى المتوسط والبعيد بالعيون اخترت الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد عقد جمعها العامة العادية وبالعيون ستنظم بطولة إفريقيا لكرة اليد الفانوة ثناني وعشرين ومن العيون تحية مبعوذ قناة الرياضي عدل مسعودي لنشرة الأخبار